بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 123 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده المؤمنين كل ما يورث المحبة فيما بينه وآمرهم بالتعاون على البر والتقوى لما في ذلك من تحقيق مصالحهم في العاجل والآجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الهبة والعطية فنقول الهبة هي التبرع من جائز التصرف لغيره بمال معلوم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس للواهب الرجوع بها بعد قبضها أما قبل القبض فله الرجوع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لكي فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وإن كانت الهبة في يد متهب وديعة أو عارية فوهبها له صاحبها فاستدامته لها تغني عن قبضها ابتداء وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه ولا تصح الهبة المعلقة على شرق مستقبل كأن يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا ولا تصح الهبة مؤقتة كأن يقول وهبتك كذا وكذا شهرا أو سنة لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع لكن يستثنى من ذلك تعليق الهبة بالموت كأن يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا وتكون حينئذ وصية تأخذ من ثلث ماله أيها المستمعون الكرام ولا يجوز للإنسان أن يهبى لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة بل يجب عليه العدل بينهم لتسوية بعضهم لبعض في حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إذا علم الشاهد ذلك وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه لحديث ابن عباس المرفوع العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فدل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثماه الشارع وهو الأب فللأب أن يرجع فيما وهبه لولده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي كما أن للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد أن يأخذ ويتملك ويأكل من مال ولده ما لا يضر ولده وما كان فائضا عن حاجته بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفس الولد لأبيه كإباحة ماله فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه وأن يقضي له حوائجه وليس للوالد أن يتملك مما للولد ما يضره أو تتعلق به حاجته بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين قد قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما له ما عدا النفقة الواجبة للولد على والده فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني مما زوجها أبي سفيان أيها المستمعون الكرام إن الهدية تذهب الحقد تجلب المحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت وتسن الإثابة عليها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيئ هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث بما تيسر من أحكام الفقه الإسلامي أسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين